أعلنت لجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطى بعدما قانونية إيقاف اتحاد رفع الأثقال ومنع لعبه من المشاركة في بطولة العالم الحالية بسبب حالات تعاطي منشطات سابقة ووفقا لبيان رسمي أصدرته اللجنة فإن اللجنة الأولمبية أعلنت عن ثلاثة أسباب تجعل قرار الإيقاف غير قانوني لافتتان لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل حل الأزمة في أسرع وقت ممكن وتضمن البيان عدة نقاط دفعت من خلالها اللجنة عن موقف اتحاد رفع الأثقال فاصل قصير نواصل من بعده نشرة المصر اليوم من القاهرة والناس تابعونا